هلو ميجير السيودانس أهلا بكل متابعين قناة انجليزي كل المراحل بكل طلب براي ماري سري مكمليين مع بعض ما هنهتكونكت بلص للصف الثالث الابتدائي الترمي التاني وصلت معاكم النهار ده ليونت 9 لسن 7 تعالوا نقرأ كلمات درسنا ونشرح الدرس هنفصصه كلمة كلمة مع بعض وهنحلم مع بعض كل تدريبات كتاب المعاصر إن شاء الله يلا نبدأ بسم الله بليز أبنير بوكس أن بايج وان هندرد اند توني وان تعالوا نقرأ كلمات درسنا وهنتعرف على العلاج زمان كان الناس بيتعالجوا ازاي ودلوقتي بنتعالج ازاي تعالوا نشوف أول حاجة هنقرأ الحاجات اللي احنا بنستخدمها في العلاج هي الأعشاب والأعشاب اسمها هيربس هيربس أعشاب العسل اسمه هوني هوني والبابيروس بابيروس بابيروس ورق أو نبات البردي بابيروس خلي بلكوا البي هنا بيسترونج بخرج هوا من بقي وانا بنطقها بابا بابيروس والوويد دي شبه صوت حرف اليه كده بالعربي بابيروس يعني نبات البردي تمام والو يعني نبات الصبار طيب كلمة منت النعناع نبات النعناع تعالوا كده كمان نعرف الانشنت ايجيبشنز هم المصريين الكدماء انشنت معناها القديم والسي والاي والإي بنطقها بصوت حرف الشين وعتنسوا انشنت طيب مصري بقى ايجيبشنز برضو التي والاي والإي بنطقهم بصوت حرف الشين خلي بالكوا مقاطع الحروف دي وتسهل عليكم كتير مودرن معناها حديث مودرن ارجن عضو تمام يوسفل معناها مفيد يوسفل الاس دي بنطقها بصوت حرف الزد تمام من كلمة digestive system يعني الجهاز الهضمي digestive system burn حرق لقدر الله sore throat يعني sore يعني التهاب throat الحلق أو الزور تمام sore throat التهاب في الحلق طيب ideas افكار جمع idea فكرة تعالوا نكمل ونفتح كده بقى مخينا كده حصالة ونحوز فيه مجموعة افعال جديدة fix معناها يصلح والماضي fix it talk يتحدث وخلي بالك ان الل silent مش بنرضاها talked الماضي كمان كلمة burn يحرق تمام هي بتيجي فعل او اسم هي جت burn انها حرق لكن بتيجي فعل burn والماضي burnet give يعطي والماضي give تعالوا نشوف اهم التعبيرات كده do operation يكون بعمل عملية جراحية طيب get better يتحسن good for جيد لحاجة خلي بالك for هنا حرف اللام طيب يعني ايه بقى تضفك الدم في blood supply in يعطي هنشوفها في الدرس يعطي نصيحة give advice طيب يجعل شيء افضل make something better تعالوا نشوف كده يلا هنقرأ الدرس كلمة كلمة نروح لpage 100 and 22 ويلا بينا درسنا بيقول ايه بقى what herbace ماء الاعشاب did ancient the Egyptians اللي كدماء المصريين use استخدموها to treat diseases علشان يعلجوا الامراض تعالوا نشوف اول حاجة doctors الاطباء and surgeons والجراحين in the past في الماضي used استخدموا different medicines يعني ادوية مختلفة to modern ones عن الادوية الحديثة اللي موجودة دلوقتي تمام but لكن some of there لكن بعض ideas افقرهم are useful today لكن بعض افقرهم مفيدة لحد دلوقتي تمام تعالوا نشوف ازاي والله نستفيد منهم we can learn احنا قدرنا او بنقدر ان احنا learn بنتعلم about عن what ancient Egyptians المصريون الكدماء ماشي ايه بقى did from two of the oldest texts about medicine in the world قدرنا ان احنا نعرف عن النصوص اللي قدرنا نقراها حوالين الطب كده في المصر القديمة قدرنا نشوف ايه بقى بسوا بسوا هنا في بردية سبحان الله ما كانوا بيكتبوا على ورق البردي كده عاجات قدرنا نعرف منها هم عاملين ايه في الطب في بردية اسمها the edwin smith the edwin smith papyrus بردية edwin smith is about surgery كانت البردية دي عن الجراحة doctors in ancient egypt المصريين الأطباء في مصر القديمة could do operations تخيلوا كانوا بيقدروا يعملوا عمليات جراحية اصلا اكيد فعلا الناس كانت بتتعب كانوا بيحصل لها اصابات تعالوا نشوف كانوا بيعملوا ايه بصوا كده to help people لكي يساعدوا الناس get better انها تتحسن after injuries بعد الاصابات طيب كانوا بيعملوا ايه بقام they could fix broken bones هم قدروا استطاعوا ان هم يصلحوا العظام المقصورة and injuries to the skin وكمان يقدروا يصلحوا اصابات الجلد الاصابات اللي كانت بتحدث للجلد طيب كمان بيقول ايه بقى زي epers papyrus papyrus بردية epers دية gives بتدينا treatments for lots to different diseases مكتوب فيها بقى مكتوب فيها علاجات كتير لأمراض مختلفة تعالوا نشوف كده بصوا كده التوكس ادي بقى عيدة على البردية نفسها التوكس هي بتتكلم عن how the heart كيف القلب is the center of the blood ان القلب هو مركز امداد الدم في الجسم the supply in the body and it gives advice بتدينا advice نصيحة بتدينا نصيحة عن ايه بقى او نصائح خلي بالكو advice مالهاش جمع يعني نصيحة ونصائح هي advice about problems عن المشاكل with skin مشاكل الجلد والتيس ومشاكل الاسنان والأيز والعيون and other organs والأعضاء الأخرى في جسم الإنسان بعض الأشياء that ancient Egyptians اللي المصريين القدماء believed اعتقدوا يعني كانوا فعلا بيصدقوا فيها were very different كانت مختلفة تماما but we use some of their ideas لكن احنا دلوقتي بنستخدم بعض من أفكارهم دي in modern medicine في الطب الحديث for example تعالوا نشوف كده على سبيل المثال احنا بنستخدم ايه من الطب القديم تعالوا نشوف أول حاجة they used herpes to treat some diseases هم استخدموا الأعشاب لعلاج بعض الأمراض and we know وإحنا دلوقتي بنعرف today in order that they scan help بنعرف أن all أعشاب دي فعلا بتقدر بتساعد فعلا الأمراض mint يعني مثلا زي النعناع mint mint ده تمام ثوانية واحدة mint is a good for digestive system النعناع ده حلوة قوي للجهاز الهضمي مفيد للجهاز الهضمي كمان القالو اللي هو نبات الصبار can help with fairness بيقدر يساعد في الحروق زي also used هما كدماء المصريين استخدموا أيضا الهاني العسل to treat infections علشان يساعد في العدوى and skin problems ومشاكل الجلد مع العلم اليوم we know احنا الوقت بنعرف زي هاني ان العسل can make some infections bitter فعلا بيقدر يخلي بعض العدوى افضل وبيخلي العدوى ان هي تتحسن تعالوا نحل على درسنا نروح ل وافكر دلوقتي باللايك ياريت ندوس لايك للفيديو ياريت ما ننساش دلوقتي تعالوا بقى نحل مع بعض يلا اول سؤال اول سؤال سؤال تشوز اختار يلا بينا اول حاجة we can learn احنا بنقدر نتعلم about what ancient Egyptians did from the old ايه احنا قدرنا نعرف عن المصريين الكداماء عملوا كانوا بيفعلوا من from من شايفين انا بس معاكم بالقلم كلمة كلمة ياولاد من ايه بقى من ال ايه تاكستس تاكستس اللي هي النصوص القديمة كان مكتوب كده على الجدران المعابد القديمة مكتوب كل حاجة عن حياة المصريين الكداماء number two اللي هو نبات الصبار كان بيقدر يساعد ويز ايه بيساعد في الحروق كانوا بيحطوه على مكان الحرق with fairness طيب كمان رقم 3 ال doctors in ancient ايجبت الاطباء في مصر القديمة كدوا كانوا بيقدروا يعملوا ايه يقوموا بعمليات جراحية operations كمان رقم 4 زي ابريس بابيروس بردية ابريس دي بتدينا ايه بقى بتدينا treatments علاجات for lots of different diseases علاجات لامراض مختلفة كتيرة كمان number five الدكتور الاطباء in ancient ايجبت في مصر القديمة could fix broken قدروا ان هما يصلحوا الايه المكسورة العظام المكسورة اللي هي bones تعالوا كده نشوف السؤال رقم two وهنا مديني تاكست كده يا ولاد وبيقول لي اسئلة عليها وقلتلكوا كذا مرة في قناة انجليزي كل المراحل ان احنا بنشوف التاكست ده وبنشوف الاسئلة نفس الكلمة الجملة مكتوبة هي هي يبقى صح لو كلمة بقى زيادة يبقى غلط لو نقصة او مختلفة غلط تعالوا نقرأ احنا هنا هنشوف هو ده اللي مكتوب ده طبعا نفس الدرس اللي احنا قرينوه فعلشان مش هضيع وقتكم انا هعمل ايه هقرأ الجملة وهنشوف ها موجودة ولا لا ونصحح الجراحين في الماضي استخدموا علاجات او ادوية مختلفة تعالوا نشوف كده نفس اللي مكتوب فوق ولا لا اهو ايه وصح يبقى true number two we don't use some of the old ideas in modern medicine احنا مستخدم النهاش تعالوا نشوف لأ هو قال ايه قال ان احنا استخدمنا we use some هو قال هنا we use لكن هنا قال ايه we don't use لأ يبقى false لازم نفس اللي مكتوب هنا وهو اللي مكتوب هنا رقم three تعالوا نشوف كده رقم four mint isn't good for the digestive system وهنا مكتوب isn't لا يبقى false تعالوا نحل السؤال رقم three وهو سؤال الترتيب يلا نشوف احنا قلنا في السؤال ده بنترجم كلمة كلمة وبعدين بنشوف ايه نبدأ نشوف بقى الحل بتاعها number one still يعني لا يزال وقالوا الصبار ووي نحن ويوز يستخدم وسكن جلد وفور حرف فجر ومشاكل يلا نبدأ احنا هنمشي كلمة كده ونترجم احنا الاول هنعمل فاعل وبعدين فاعل يلا نشوف اول حاجة ويه ده الفاعل وبعدين الفاعل ايه بقى الفاعل عندي يستخدم بس استنوا لما تلاقوا فاعل استل ده بتكتبوه الاول لان استل يعني لا يزال احنا لسه بنستخدم تمام يعني كأني بتترجمها بالعربي كده احنا لسه لا نزال يوز نستخدم بنستخدم ايه بقى نبات الصبار اللي هو الاعلو بنستخدمه ايه بقى حرف فور ده اللي هو حرف اللام فور فور ايه بقى مشاكل الجلد فهكتب الجلد الاول اهو بصوا لما انتوا تكونوا يعني مش متأكدين تكتبوا كده بالعربي مشاكل الجلد تمام في الانجلش بقى هعمل ايه لا انا هكتب الجلد الاول وبعدين مشاكل ابدأ من الشمال الاول يبقى هكتب فور ايه بقى فور سكن تمام تعالوا نحل السؤال رقم تو ميك يعمل او يصنع او يجعل كان يستطيع وهني عسل وانفكشن عدوى بيقدر ايه بقى ها ميك يجعل ها بيجعل بعض العدوى اكتب صام الاول صام الاول وبعدين العدوى افضل تمام طيب تعالوا نروح لبيج وان هوندرد اند واني فور يلا بينا هنحل السؤال رقم فور بقى اه في السؤال ده ان بنتعلم مع بعض ازاي نربط بين حاجة وحاجة تعالوا نشوف الأطباء ادروا ادروا ايه انا عندي بعد كود فاكرين لما احنا اخدنا كود وقلنا ان كود ده فعل مساعد بيساعدني في تكوين الجملة بس لازم لازم يجي بعده فعل في المصدر فانا هعمل ايه طالما شفت كود هنا انا هبدأ ادور هنا على فعل في المصدر يلا ادوروا معايا ها اهو لقينا دو طب نتأكد دكتورز كود دو الاطباء استطاعوا يعملوا عمليات جراحي يبقى صح طيب number two ها they use honey هم استخدموا العسل ليه لكي علشان طب ما هنا برضو توقه طيب to read books تنفع عشان يقروا الكتب لا استخدموا ليه to treat infections عشان يساعد يعالجوا العدوى number two رقم three mint mint النعناع is النعناع بيكون ايه اربط بين النعناع وبين digestive system الجهاز الهضمي النعناع بيكون جود بيكون مفيد for our digestive system تعالوا تشوف رقم five احنا عم بص هنا للصورة اللي قدامنا وهي صورة العسل ومديلك كلمات ارشادية كده بتساعدك علشان تعمل جملة يلا بينا مديني source root يعني التهاب الزور ومديني honey العسل ومديني trait اللي هو علاج هكتب اول حاجة انا شايف ايه شايف عسل طيب العسل ده حاجة عاقل ولا غير عاقل لأ غير عاقل فهكتب ابدأ اول حاجة هبدأ احنا متعاوزين احنا بنكتب بتجملة اول حاجة فاعل طيب هنا هكتب هبدأ بالفاعل it لاني بعبر عن حاجة غير عاقل تمام فعايز اقول هو هقول ايه بقى هقول it اول حاجة طيب الفاعل لازم بعده يجي فاعل ويت على طول بتجي بعدها ال is فهقول it is هو يكون ايه بقى honey it is honey هو يكون عسل وهكتب فلسطب وكده كتبت جملة طيب عايز اقول جملة تانية عايز اقول ان العسل احنا بنستخدمه علشان نعالج العدوى اقول ايه او اقدر اقول علشان نعالج ها سورس روت يبا هقول ايه طالما مكتوب هنا سورس روت هقول ويه احنا ده الفاعل طيب الفعل ايه بقى وي يوز احنا بنستخدم بنستخدم ها honey بنستخدم العسل لكي علشان نعالج ها سور سروت التهاب الحلق نقطة كده عملت جملة كاملة تمام ايه ده مش بينك ويه احنا يوز هاني نستخدم العسل لكي علشان نعالج سور سروة التهاب الحل نكتب جملة تالتة بقى ها نقول ايه بقى فيها نقول ان العسل ده بيقدر نقول العسل مفيد لنا يلا نكتب هاني اكتب ال H هابدأ اهو بحرف كابتل مش احنا كل مرة ببدأ بحرف كابتل هاني همام ها از يكون ها عايز اقول بقى يكون مفيد لنا هقول ايه بقى جد جد جيد فور على فكرة جد فور مفيد ليه مفيد ليه بقى اور باديز ليه جسمنا اور باديز لأجسدنا او اقدر اكتب لجسمنا تمام كده كتبت تلات جمل تعالوا نحل السؤال رقم سيكس هنا بيقول انظر للصورة وابدأ اكتب الكلمة اللي نقص اول حاجة عندي نقط is good for digestive system ايه اللي بيساعد في الحروق الصبار اللي هو الالو طيب سؤال اول حاجة اكتب حرف ال-W وده احنا قدرنا بنتعلم عن العلاج التقليدي هكتب هنا في الاخر ايه هرجع لأول كلمة اللي هتحدد لي اول كلمة وي وي دي فاعل فهكتب فولو ستوب علشان كده دي جملة كده اكون حلت معاكم كل تدريبات درسنا يروب اكون ادار تفيد كم ويكون الفيديو كان خطف عليكم باي بوي